كلام كتير عن المتحور الجديد لكورونا جي ان وان ده طبعا بسبب معدلات انتشار المتحور ده السريع جدا خصوصا بين أصحاب الأمراض المزمنة زي القلب والسكر والضغط والأورام ده غير طبعا أنه المتحور ده لي قدرة على إصابة الحالات اللي سبق تطايمها بتطايمات الأديمة ضد فيروس كورونا المستجد خاليا نعرف تفاصيل أكتر عن متحور جي ان وان وأعراضه وطرق الوقاية وندفنا دكتور أيمن سالم أستاذ الأمراض الصدرية بطب قصر العين صباح الخير أراح لك يا دكتور كل سنة وحضرتك طايم صباح الخير أهلا بيكم ومستدر مشاهدين كل سنة ومتطايمين يا رب يكون عام سعيد دايما طيب جي ان وان بقى يا دكتور أي أعراضه هل هو أكتر من المتحورات السابقة دي تفاصيل أكتر عنه لأنه من المفترض أنه حسب كمان الأخبار اللي بتقال عنه أنه شوية سرعة انتشاره أكبر أنه ممكن يكون أكتر صحيح هو انتشاره أكتر ولكن مفيش وباء عالمي يعني منظمة الصحة العالمية ما أعلنتش وباء يعني متواجد وانتشار بسرعة ومتواجد في كذا ما كان في العالم لكنه مش وباء عالمي وكونه أخطر لا هو مش أخطر خالص خالص طيب ليه مسير للإفتمام؟ يعني هو التحور يمكن ده الذي يعني ده يعتبر من أبناء الكورونا المتوحشة الأولانية نقول أحفاد أحفاد الكورونا المتوحشة فجاء ضعيف وده ضعيف جدا 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 يعني ضعيف في قدرته على الأعراض فيه أعراض ملحقة يعني يكون فيه حرقان في الزور لكنه ضعيف أقصد أنه ما بيوصلش المستشفى يعني دخول حالات للمستشفى منه نادرة وطبعا مش رعاية مركزة ومش فشل تنفسي ومش الحالات اللي كلنا بنشوفها طيب الحمد لله دي حاجة كويسة آه لكن أعراضه طبعا هو موجود هل عنده أعراض جديدة طيب عن المتحورات السابقة؟ هو من أعراضه المعتادة رشح في الأنف، انسداد، حرقان في الزور صدع، ألم بالعضلات، المفاصل كل ده معروف إنجهاز الهضمي كمان لكن كمان بيصاحبوا ألم بالصدر في منطقة الصدر ألم بيكون خفيف برضو مش شديد مش ألم قلب يعني وحيانا إسهال بعض الإسهال البسيط كلها أعراض يعني معتادة في الكورونا وما تفرقوش كتير قوي لكن يعني بياخد مثلا خمسة سبعة ايام من خمسة إلى سبعة ايام وبعد كده بيهدأ خالص طيب دكتور أيمن احنا دلوقتي شايفين دور برد كده قوي شوية موجود حوالينا هل ده جي أن ون هو أعراضه كمان مش بسيطة بصراحة يعني حتى بيصيب الأطفال وهل ده بقى هو الجي أن ون ولا ده دور برد بسقوي شوية جي أن ون بيصيب الأطفال وأن كنا ما نقدرش نقول هو ده ولمش هو من غير ما نعمل تحليل يعني بيبقى عندنا دور البرد ده عندنا اشتباه أنفلوانزة أو اشتباه كورونا أو اشتباه الفيروس المخلوي أو اشتباه عدو بكتيرية كلهم اشتباهات لغاية لما نعمل تحليل يؤكد وده ما بنلجألوش كتير لأن المرض بنسميه يعني بيلم نفسه في خلال خمس ايام فبيقولك من غير علاج ياخد خمس ايام لو بالعلاج ياخد أربع ايام فخلال خمس ايام دول المريض يعمل ايه يعمل ايه يعمل اولا راحة أهم حاجة يعملها الراحة ندي فرصة أن جسم الإنسان يلم الدور ويلم نفسه وخلايا جسم الإنسان هي اللي بتقاوم في النهاية فلازم نديها فرصة الراحة وفرصة الغذاء وفرصة العمل الطيب أداء الوظيفي الجيد بالسوائل لو الخلايا لو جسم الإنسان ما خدش كافيته من المية الخلايا بتكون في حالة جفاف يعني ما تؤديش وظيفتها وظيفتها الحيوية وظيفتها الوقائية يعني يتقي الإنسان من الأمراض يبقى سوائل راحة غذاء متوازن والراحة مش معناها أن احنا نعب العزل لا المقصود طبعا العزل مطلوب جزئيا علشان ما تعدش اللي في البيت لكن مش العزل بتاع زمان مش العزل بتاع زمان ما تعدش اللي في البيت أولا طبعا لأن مش لازم يكونوا كلهم عندهم الدور ثانيا أنه بيساهم في كسر دورة حياة الفيروس لما نعمل عزل بنساهم في كسر دورة حياة الفيروس لكن المخلطة بتكون عن قرب المخلطة بتكون إذا هيقرب عن متر متر ونص عشان ما يتعليش نلبس الكمامة الغسل الإيدين مكررا تكرار غسل الإيدين بالماء والصابون لمدة نص دقيقة على الأقل يعني نفس المحاذير اللي عارفينها من أيام الكورونا حافظينها من الكورونا حتنفع المراتي وحتنفع مع كل عدوى الجهاز التنفسي العلوي والصفلي طيب دكتور في حديث أنه الإنفلبنزا الموسمية بقت أخطر من فيروس كورونا لو الكلام ده صحيح هل ده لي علاقة بفكرة أو أن في دراسات تكلمت عن أنه المناعة عامة قلت بعد كورونا مناعة الإنسان بشكل عام قلت بعد كورونا أنا مش قادر أقول أن المناعة قلت أو أن الكورونا قللت المناعة بالعكس الكورونا أصبحت الكورونا لما بتعدي الإنسان بتخلي فيه خلايا لذاكرة جوا جسم الإنسان جهزة لمقاومة العدوى مرة تانية يعني حتى أنا شفت التطعيمات ما بتأسرش القديمة ما بتأسرش في الفيروس الجديد ده متوقع لكن حيكون فيه تأثير جزئي مش تأثير كامل فات عليها فترة كبيرة مثلا متوقع لأنها من نفس المجموعة من نفس العائلة من نفس فيروس الكورونا ده فيروس عائلة كبيرة فيها سبع أعضاء يعني أي واحد فيهم العدوى يتعدي به بيدي مناعة جزئية ونفس الكلام على فيروس الفلونزا بس مش مناعة كامل الفلونزا أخطر لأنه بيتحور تحور جزري كبير الشكل بيتغير والتركيب بيتغير لكن الكورونا بتحور تحورات بسيطة مش كبيرة كونه أخطر بقى مش قادرين نقول أخطر الخطورة ما بتجيش إلا على فئات محددة بنسميها فئات الخطر يعني إيه بقوا كبار السن فوق سن السبعين أصحاب الأمراض المزمنة الغير منضبطة سكر غير منضبط ضغط غير منضبط لو منضبط كويس لو كنترولد كويس خلاص يبقى زي الشخص السليم أمراض الصدر الغير منضبطة أمراض السرطان أمراض المناعة المختلة يعني دول مجموعات خطر نراعيهم كويس قوي نطعامهم ياخد تطعيماته كاملة لأنه لو حصل عدوى وهو في ظروف غير موتي ممكن تظهر المضاعفات طيب البروتوكول بتاع العلاج بقى حسناك قلت أنه أربعة أيام بالعلاج يخف على طول إيه طبيعة الأدوية اللي بياخدها وهل طبقا الحين دلوقتي نحن قادرين إحنا كأشخاص مثلا لو حد جالوا كورونا أنه يفرق ده أي متحور مش أنا عرفها دي لا فبالتالي هل البروتوكولات العلاج بتختلف فده طبعا بيتطلب مننا نحن نروح نعمل فحص عشان نشوف هو بالزبط إيه هي ببروتوكولات العلاج أولا فيما يخص بتحور الجديد ده والكورونا بصفة عامة الحالات الخفيفة بتوسيط المنظمة الصحة العالمية مفيش علاج نوعي محدد مرغم أن إحنا عندنا مضاد الفيروس عندنا مضاد فيروس أكتر من واحد بل اتنين والثلاثة كمان تم تصميمهم لعلاج الكورونا منهم واحد بخصوص بالكورونا ما بيعالجش حاجة تانية يعني لا يصلح العلاج أنفلوانز لكن عندنا دواء مضاد الفيروسات بيعالج الأنفلوانزا والكورونا ودواء التاني بيعالج الكورونا وحاجات تانية عندنا أدوية كافية عشان نموت الفيروس ونقضي على المرض ولكن لا يوصى بيها إلا في الحالات المتوسطة والشديدة أغلب الحالات الحالية اللي بنقابلها خفيفة إلى متوسطة ودي ما تستطيعش علاج نوعي يعني علاج مضاد الفيروسات لكن تستطيع بقى العلاج المعتاد يعني تستطيع علاج خفض الحرارة مسكن الألام بعض المسكنات أحيانا بعض المدات الحيوية إذا كنا ابتدنا نحس أن نظهر أعراض عدوى بكتيرية يعني العلاج بيكون غير نوعي وعلاج بسيط جدا ونفس الشيء ينطبق على الأنفلوانزا لكن الأنفلوانزا لو شكينا لو شكينا أنها الأنفلوانزا الموسمية يبقى فيه دواء مخصوص الأنفلوانزا طيب دكتور فيه ناس من اللي أصيبوا بجين وانا أو المتحور الجديد فيه ناس بفضل معهم دور كحة كده يعني فيه سعال لمدة قاعد معهم فترة بعد الإصابة ده إيه سبب أحيانا بقى الكحة بتعلق شوية بعد العدوى الفيروسية سواء كورونا أو أنفلوانزا أو غيرها لكن ملحوظ برضو مع الكورونا ده هنا بنشك إن المريض يكون عنده الحساسية أو استعداد حساسية بنسميها حسية كامنة إلى أن تظهر مع عدوى الفيروس أو في موسم معين فلازم هنا يبادر إذا استمرت الكحة أكثر من أربعة أيام أو استمرت المرض أكثر من أربعة أيام يبادر بعض نفسه على الطبيب لأنه بيظهر فورا بالكشف الموضعي بالكشف السماع حتى إذا كان فيه أعراض حساسية أو غيرها وطبعا فيه إجراءات تانية بنعملها منها الأشعة وغيرها حضرتك وضحت نقطة مهمة جدا في البداية بس لازم ناس تاخد بالها قلت أن الفيروس الجديد أو المتحور الجديد بيسيب ألام في الصدر لكن ما تصلش للألام اللي بتيجى عن طريق الإصابة بأمراض القلب لكن واجب علينا أن أي حد يجي له إصابة في منطقة الصدر ما يعتمدش على أن هي المتحور الجديد وبسيطة وهتعدي أعتقد أنه لازم في الحالة دي يكشف عشان يعرف إيه بالزبط دي حاجة حصة بالقلب دي زبحة صدرية دي العرض البسيط بتاع كورونا صحيح أنت كلام مزبوط تماما لازم يبادر بالكشف يومين إذا ما فيش تحسن بعد يومين يبقى لازم أن هو يراجع الطبيب وطبعا المراجعة مش بالتريفون المراجعة بالكشف لأن إحنا مش هنقدر نقيم الحالات بدون الكشف بصورة كويسة يعني إحنا مختلفين عن الكورونا الكورونا المتوحشة الأولانية كان مرض قاتل نسبة الوفيات تتروح من حوالي 5% إلى 7% إلى وصلت في أمريكا 12% لكن الموقف داتي مختلف تماما ده ابن حلال فيروس ابن حلال دلوقتي طيب فيه خطورة على الأطفال؟ بما أنه بيصيب الأطفال؟ الأطفال هو نفس الشيء الأطفال بس الأطفال لازم أن إحنا نحط الرضع بالذات في مجموعة مهمة لأنه بيصيبها فيروس اسمه الفيروس المخلوي ده بيحب قوي بزء معين من الشعب الهوائية بتسبب فيه درجة اختناق للأطفال الرضع على التحديد وبالتالي إذا وجود أعراض في مريض طفل بيبي تحت سنتين لازم يبادر بالعرض على طبيب الأطفال مباشرة عشان ما يصلش للمرحلة دي ما يخرجوش بقى في الجوار برد؟ صح؟ ما يخرجش ما يتعرضش كتير ما يختلطش كتير بس المخلطة المعتادة لكن ما فيش فيتامينات مثلا أو أي حاجة ممكن يخدها بس يعني أهم شيء نبتعد عن أماكن الزحام نبتعد عن أماكن سهية التهوية نبتعد عن الأماكن اللي فيها مريض مصاب يعني يكون في حد بيكح قدام أو بيعتص أو عليه علامات الإعياء الحرارة ونروح نقعد نقعد معاه أنا بتكلم بالذات على الأطفال المدرسة طبعا عليها دور كبير قوي إنها إذا في مريض لازم تبادر بأنه يقعد وأنها تكتفي تكتفي بفصول محدودة العدد أو التهوية الجيدة وتكرار الراحة طيب اتكلمنا عن الردة أو الأطفال تحت سن للسنتين بالنسبة للحوامل هل في خطورة من الإصابة بالمتحور الجديد؟ الحقيقة ما بنحبش الحوامل يصابوا بالكحة ما بنحبهمش يصابوا أصلا يصابوا أصلا لأن العلاج بيبقى صعب فيهم الحقيقة لكن برضو عندنا علاجات كافية للحوامل والفيروس ده برضو يعني الحوامل العدوى الفيروسية فيهم مش مستحبة بصفة عامة صدر أو غير صدر لكن في البداية بيكون علاجها سهل فبرضو الحوامل لابد أن أتعرض نفسها على دكتور الصدر استشاري الصدر وطبعا أستشاري النساء دكتور خاني أنا بحاول أعرف كل المعلومات من حضرتك عشان منعا للمعلومات اللي ممكن نتباه على مواقع التواصل الاجتماعي كان هناك حديث أنه المتحور الجديد هو متحاول مثير للاهتمام وأيضا الأطباء في إنجلترا وصفوه بأنه فيروس مخادع آه هو الفيروس مخادع كالمعتاد دائما يعني وهو مسير الاهتمام فعلا ودي درجة من درجات الترصد اللي هي حطاها منظمة الصحة العالمية يعني مسير للاهتمام ده معناه أنه نحن نحطه قدام عينينا لكن ما نخافش منه لأنه بينتشر بسرعة لو ما بينتشر بسرعة خلاص ما فيش حالات كتيرة لكن تكونوا بينتشر بسرعة نخشى أنه في درجة في فترة من فترات يتطور الأمر لإصابة أشد الفيروس ده مش معروف عنه أنه بينزل يعمل التهاب رئوي فيروسي أو بيعمل فيما ندر ومعنديش ناس محددة لكن حالات نادرة هي اللي شفنا فيها بعض التغيرات على الأشعة المقطعية في نسيج الرئة يعني لكن غير كده لا هو بينزلش الرئة وبالتالي هو مسير الاهتمام آه ومخادع آه ممكن ولكن احنا عارفين أنه هو بيتطور للأهدى يعني زي ما حصل مع بقية الفيروسات من نفس العائلة سارس كان نفس عائلة الكورونا متنازمة الشرق الأوسط كانت من نفس فيروس الكورونا كل عشر السنين بيجينا تقريبا كده عضو جديد وان شاء الله ما يجيش تاني بعد كده يا رب يا رب طيب إحنا دايما الناس لما بيجي لها الكورونا أو نزلات البرد الشديدة أول حاجة بيجروا عليها بيجروا على الصيدلية على طول ناخد شوات فيتامينات من نفسهم كده بدون استشار الطبيب والفيتامينات دي أي نوع بقى من النوع الفيتامينات كلموا الصيدلية وإدينا فيتامينات هل ده ينفع وهل الفيتامينات تقدر تشتغل في فترة شغيرة لا ينصح بكده احنا عملنا كده في بداية الكورونا لأن لو نفتكر في مارس عشرين عشرين ما كانش عندنا دواء شافي دواء كافي فكنا بنقول طيب ناخد اللي موجود هو ده يعني أقل الإيمان يعني لكن دلوقتي الأمر مختلف خالص زائد طبعا أنه هو يعني مع كل التقدير والاحترام للصيدلاني يعني هو بيصرف الدواء أكتر يعني أنه حيكون قادر على تشخيص بالزبط حيح بكل تأكيد الحالة أه 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 شكرا جزيلا لك دكتور أيمان سالم أخير من الأمراض الصدرية بطب أصل العين شكرا لحضرتك عفوان وأهلا بحضرتك شكرا لحضرتك